الإعلام هو نشر الحقائق والوقائع وإفادة الجمهور بها بواسطة وسائل خاصة ومن أنواعه الإعلام المكتوب الإعلام المكتوب هو من وسائل الإعلام القديمة وبالرغم من التطور التكنولوجي إلا أنه ما زال صامتا ومن أمثلته الجرائد والمجلات والكتب وغيرها وهو يعمل على نشر الوعي كما أنه وسيلة للإعلان والتسويق ويمتاز بالثقة مقارنة بالوسائل الأخرى والكثير من الشباب يفضلون مواقع التواصل الاجتماعي ولا يميلون إليه إلا أنه له أهمية كبيرة فهو يتيح للقارئ اختيار ما يريد قراءته ويعمل على نشر الوعي وتنمية الفكر ومصدر من مصادر المعرفة وفيه لذة لا يشعر بها إلا من تعود على تقليب الصفحات وهو ينتشر بكثرة في المكتبات والعيادات وغيرها وأول آية نزلت من القرآن الكريم في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أنصح الشباب بقراءة الصحف اليومية والمجلات لما لها من فوائد عديدة وسهولة الحصول عليها والاحتفاظ بها في المنزل من أجل إعادة قراءتها مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا